تحضيرا للألعاب العربية المزمعي انطلاقها في الخامس جوليا المقبل تنظم وزارة شبابي ورياضة بالتنسيق مع وزارة الاتصال ابتداء من اليوم الاثنين وعلى مدار يومين فعاليات دورة تكوينية حول الاتصال التنظيمي يستفيد منها السحفي وسائل الإعلام الوطنية وعدد من منظمي الألعاب الرياضية العربية بغرض تمكينه من تعرف على تقنيات التنظيم وآليات الترويج لهذه التظاهر الرياضية تغطية سارة أجعل هو ملتقى هادف وهادف جدا لأننا كنا في زمن مش بعيد مكاش هناك تنسيق بين القطاعات وكذلك لم تكن لنا الفرصة لبناء محتوى يتفق عليه الجميع لأننا في غالب الاحنال كنا نعمل بصفة انفرادية لكن هذا العمل التنسيقي أظن أنه سيمكننا من إغلاق هذه الفجوات التي كانت موجودة وإكمال والوصول إلى الهدف الذي نرجو أنه يتحقق وكذلك نسبة للمجهودات المكرسة لتحقيق هذا الهدف لأنه شفنا العلاقة ما كانت علاقة كبيرة بين المتدخلين والأطراف المعنية لتنظيم هذا الحدث لأن وزارة شباب الغرياضة لوحدها لا يمكنها أن تصل إلى الأهداف الأهداف الكبرى بدون مساهمة ومشاركة كل الأطراف الفاعلة ترجمة نانسي قنقر